مرحبا بكم مجديد في التاسع سبار مقابلة بدأت في الملعب وفات في مركز الشرطة هي مقابلة الجسكا وندي الأفريقي الشماهير خرافية أجواء هستيرية في أجمل الملاعب التونسية انتبعوا مبحثنا التشكيل أمامنا على الصورة زهير الظوادي إلى جامبو عبد المؤمن الجعبو وهذا شكون شعبو مع لوفر والجماعية واللي واحد من الملعبية مع تونيزيانا انت الأولى الحاضرين الكل في ملعب حمد العواني القروان كانوا يظنوا أنه مقابل شابة القيروان والنادي الأفريقي باش تدور في أجواء ممتازة خاصة وأنه قبل البداية رينا لافتا تدعو لنبد العنف في الملعب تكريم لابن الشبيب أول إفريقي المرحوم لسعد الورتين لكنهم مع مرور للوقت يحكم على ضرب الجزاء بفاية تنادي الأفريقي أثارت احتجاج الملعبية والجمهور وبعد تسجيل الظوادي إلى الهدف زادت الجماهير هاجت وتشنجت عصابه اشتركوا في القناة 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 مع نهاية اللقاء الصعب على الملاعبية والحكام بيش يرجعوا حجورات الملابس بعد تواصل رمي المقذفات حجورات الملابس عرفت فوضى كبيرة تخلطت مسؤولين فنيين أحباء وغير وزادت حدة التوتر خاصة بعد الاعتداء لزميل عبد الرحمن المجبري من راديو صبر افا يخرجوا في القربي وفهم احتراز كبير معانتا وتشانج كبير من اسم عشا السيبورتير بتاع الجيسكار قالوا حسبهم قالوا صارت موش احنت بيناتهم السيبورتير متاع الكلوب افريكا سوديزان سيبورتير والديريجان معانتا يسكرتوا فيه انا قاعد اجي ونسل كل من شيرتي خاطر وليد هربين من السخرين وحسبهم يتوجد من السيبورتير ويقف في اخر وطا وطا وحسبهم وطلعوا في القربي ضرب رحيان معانا بوناكي وضربوا بوناكي يخشموا قاعدنا يتشاكين جبدت رحيان بعدوا على خوضها ذيكا وهربنا عملا منهم شكونا سيديك ما تتمنع شكونا انت امضى تلقي بارش عبيد في الكلوب افريكا كنا بارش عباد ما فهمنا شي دي ديريجان، دي سيبورتير ستاف تكنيك، ستاف ميديكال أي ستاف ما فهمنا هو شي شكون وبعد ما تم الاعتدالي طلع في الكار هون تيري ما سر حد شي إلا ما دخل الأمن فما نعود أن نسي تشور سبوارا اللي من الكلوب أفريكا رهم قالوا اللي الجي ستذيران احنا ضده وكانت تعاون كبير معهم وما عند لهم ثلاثة نقاط مهمة وثمينة ندي الفريقي تخليه يرجع لصدارة الترتيب بطبيعة بش نحكيه على الاحتجاجات هم حاجة في المقابلة نبيل تقريبا كورت القدم آخر حاجة في المقابلة تقريب فما كل شي احتجاجات فما عنف كورت القدم آخر حاجة الكورت القدم بش نرجع كل عادة نحكي على التيران لأنها نشفنا التيران المقابلة هذي تيران تيران اعطيكابل مانا حتى القروين المعروفة دقريبا بالطبع الخاصة اللي هي اللي باسكورت والجوة التكنيك مانااة مالقاوش لليروبير متاحة ومتنجم تلع فيه تيران شوفناها كيف كيف الفريقي المنجد الفريقي استعمل الكورت طويلة كما القروين اللي مهوش لزبيتون متاحة استعمل الكورت طويلة لانه ما يعرفو شربوا ملاعبيتها الجوه هذك الجوه متاح مولي جوه انترينغاسيون قراب دي باسكورت مشوفنا شكورة تقريبا بالنسبة الاهم حاجة في المقابلة ككل هو البيانتي وطروبوان للنيد الفريقي اللي انو قاعد سوليد في الباست متاحة وبرمي بلاس فم جدل على ذربة الجزائي من عرش اذا كان شفتوا مقابلة فم جدل كبير على ذرب الجزائي صحيحة مجصحيحة من عرش كابتن عرش كير حسب ما شفنا اللي حسب ما حسب انا مانيش خبير تحكيمي ولكن شفنا خبير تحكيمي في الوياهد لهو اللي حكومه قال ثم بيانتي ونتخيل الكونتاكت موجود بقطع النظر على بيانتي ولكن النيد الفريقي ينتصر قاعد ينتصر خارج ميدان وهذا مهم جدا سيفري ثم اللمانيا ما تبدل حد شاي على اللي فات ما شفنا حد شاي جديدة دونك بتاترو التيران ولكن اليوم النيد الفريقي انتصر في غياب تجابو دونك لزاندفو دولتي قاعدين اليوم يعمل في دي فرانس النيد الفريقي غاب تجابو زوهير إليلا دونك موسيلو كيف كيف عطاه عمق هجوم النيد الفريقي ولو انو مش في نشكورة ولكن تحسوا انا فانسان تردوميتي دونك هذا يمكن يسر بيش يفيد النيد الفريقي في قادم الجولات دفنسيوما كيف كيف النيد الفريقي ويقف في مليح تروا بيوت انك يسي حتى التو في كاتور جورنيه سيديجا معناها بوتاتري يعمل ركور يدي كامل سزماتش تروا بيوت بوتاتري يعمل ركور اللي محصلش قبل دونك النيد الفريقي عمل المهم ما ثميش ماتشكورة نهار الماتش متع النيد الفريقي وشبت الخيروين ما ثميش ماتشكورة جزتما فميش ماتشكورة رجع معاك أستاذ عنف احتجاجات صحو في في اذاعة صبرة فامي تعرض للعنف يقول فاما حد ضرب وطلع في البيوت سمتع النادي الفريقي كل هذا كيفش نجب تحكم عليه مرة أخرى يتكرر المشهد مرة أخرى تتكرر تفاصيل هذي والله يقول الغريب حيدر وان المقابلة بدأت بشعار حلو ياسر معناها رينيه ليل العنف في الملاعب ليل العنف في الملاعب بابا جيت خفايفة وفات في مركز شرطة باي صفا فماش عنف معناها وفات في المركز وكهو معناها وين واصلين بها معناها وقت اللي تشوف المشاهد سمحني مقابلة كيما هذي تشوف الملعب الاول فريق معاقب هو فريق شبيوت القيروين رب كيما قلت نبيل لا دي جور تيكنيسيان معنا مش بوش يلعبوا في ملعب كيما ذاك وفاف في المركز السؤال المطروح اللي هنا انه اللي وقام بالاعتداء على الزميل الصحافي متاع صبر افام اللي قام بالاعتداء ريض خلف تلاقف الحافلة متاع النادي الافريقي والحافلة متاع النادي الافريقي اللي فيها الملاعبية واللي مبدئيا الحافلة تبدأ فارغة كان الملاعبية وستاف تكنيك وميديكال معناها فيها تقريب عشرات الاحباء هل انه هذا عادي في فريق في حجم النادي الافريقي هل انه الاحباء معناها البعض منهم ولا يتصغير يبدو عملوا من عام 1993 لانه مشاول مركز وعملوا محضر وعملوا كذا معناها حتى المسؤولين متاع النادي الافريقي ولا يعتذروا للزميل معناها مسؤولين النادي الافريقي مش متاع هذا وثم مسؤولين النادي الافريقي كما مسؤولين جبا يتكل كي يبدأ رابح ما نجمش يعمل يا تادي بالعكس كي يبدأ رابح خاصة الفريق رابح ما نجمش يثير معناها بش يضرب ولا بش يعمل بل بالعكس هو يكون محل الاعتداء اللي حب نقوله اليوم اليوم الاجواء متعفنة عنا قانون اليوم قاعدين نطبقوا فيه سي خالد رأوا ضروري بيش ترجع له وانه تلعب كم قدام الجماهير الفريق المحلي رينا مرة اخرى جماهير النادي الافريقي رينا اللي يقع من من عنف وكذا ما بين الزوج جماهير وبالتالي اليوم مع الاسف الملاعب لا مهيش قابلة زوج جماهير يكونوا حاضرين خاصة اذا كان الفريق الزاير ينتصر وجماهيره متحمسة وجماهير الافريقي يحب الفريق عجيب وغريب معناها تحت فل وبالتالي هنا نتفرجه وكنا نتفرجه في التصور معناها ما بين الجماهير الحكم انا حسب رأي اذا كان حبي يطبق القانون بحذافري وانه مش يعيط القائد الشبيبة يقوله قل جماهير متاعك تنقص من اربما من الكلام كذا حقه وقت اليدخل مفهمات جماهير الفريق الزائر مع الاسف يتحرم جماهير الافريقي وانا عرضتهم في اثنين هرهم ماشين العديد من جماهير الافريقي حب جنوني لفريقهم ولكن ذاك القانون يعرفوا مقبل ما يمشي رأوا ماهو داخل حد حقه تسكر باب انا حب نقول كلمة على فنيا النادي الافريقي النادي الافريقي 3 هادات في 14 مقابلة ذكرني بعطوغة وانتي وكل ما تولدش في السبعينات وانا ولاية صغير زادة مشش كبير برشا النادي الافريقي موسم كامل عطوغة يقبل سبع بونتو النادي الافريقي كان عنده دفاع عطوغة علمين الزيتوني علي السهر الاقليبي في الوسط الجلول وارتما الدفاع هذا لا تكون اليقرب مسكين ما باتش يفرشوا لسلامات سبع اهداف في بطولة كاملة حتى 2006 النادي الافريقي لما فوزنا بالبطولة اذا هذي من تقاليد سبع اهداف دفاعين اذا كان هو كي تبدأ تبني كما قال كابت ناس الحسن كي تبدأ تبني تبدأ من تالي تبدأ تبني ديفونس تاك تعمل اسيس ديفونسي بايا ونبعد تمشي وتقدم القدام ونبعد تلقى من الويتيرام تاك ونبعد تلقى من الانيميسون فونسيف وننت تمشي ماذا كان انتي قاعد طلع معناش البرسة ولا الريال باش انتي تقبل ثلاثة وتنجب ماركي اربعة تودابور سايزم تعمل انا السيس ديفونسي بايا الناد الافريقي الحاجة باركة اللي نحكي عن الناد الافريقي قبل مقابلة هذي مقابلة هذي سي نرمال وقت يتلعب اديس جوار ديرير البال وفي زون بتأخرج جدا على ذيك الناد الافريقي ما كانش يخلق برشة الكاش ما ما يخللش برشة الكاش الناد الافريقي هما يعملوا لا ديفيرانس ولكن وصير دي بالاريتي ولكن ما يخلقش برشة فورس سي نرمال وقت يتلعب اديس جوار وانف جوار ديرير البال وتلعب في زون با تخو با بشيخة الملعب يغاديكا وناد الافريقي والتراجي التونسي ونجم الساحلي وناد الاسفيرسي مهم سي باديس اكيب دو كنتر سي ديس اكيب اللي يعملوا اللعب دونك يزموا يفوقوا في منطقة متقدمة بش يبدأوا قراب لتاكس على ذيك ما نعطيك تبريل نبيل وفتحي اتكلمتوا على الكورة ما نعطيه للكابتر نعطيه توجيزة ونرجعلك نبيل يعني فتحي ونبيل كانوا يتكلموا في ديتاين متاع كورة وخطط وكورة من تالي اليوم فهم احساس بالتململ فهم ملل تجاه كورة القدم اللي تونسية جراء اللي قاعدين نشوف فيه من عنف واللي نشوف فيه من احتجاجات وغيره هل تتقاسم نفس الاحساس كابتر مع الناس اللي يتخامن بطريقة ذي؟ نعم انه فهم تململ من الكورة حزينة حزينة كتسوف اندي برح مش هستر ورسل مش هستر وشلسي كانوا في في تياتر واللعب يمشي عملتوش يمس يمس الببليك باما ليش فيش يقارن الشي الميتقارنش ولكن شو انا نتمنى انا نتمنى احنا ما تغيرت البلاد انشاء لا تتغير في العقلية وفي الشعارات الخشبية وتتناحي ذي منظمة الروح الرياضية ما قاعدتان في حد شيء تعمل لك روح الرياضية وتدخل اليد الصغار وحط وكي ليلة العنف سلوك حذاري مرحبا بذيوفنا الكرام لذيوف الكرام يا كبت خلنا نبدلوا شوية اقتراحات عطينا اقتراحات كبه مش اقتراحات عدنا في حقلية باش ما نبقها باش ما نسميها شو نعطيها نعطيها وصف تقول لي انت شو العنف العنف اصبح قدار هنا احنا رينا قبيلة وما زلنا تشوفه وما زلنا تشوفه العنف في تونس بكل انواعه بكل انواعه والحطب للعنف هو الخطاب السياسي هو الخطاب السياسي زيت فرق عدني وقل الناس كل طوال الفرق والجمهور يوزوا على منوال الاحزاب السياسية فيه فين خطاب يتنتحهم فيها فهم الكراعية معلي ناش اخويا وقتي عندك ملاعب شو يوم الاحد يوم الاحد يوم عمل نشكور للملاعب للمدرب للصحافة للشرطة لحماية المدنية للطبيب يوم عمل واندخلين سيفيل تيكريتون فيستير مش فيستير قرية باركرة تولي فيستير الاربيبليك كله مكاية حمام بيتسخول ناس كل ناس كل داخل شكونكم حتى ليش قد قبيلة فاوضة سمعني كابتن مش ناجعون نكملوا في المعطة هذي جوز ايه المعطة هذي جوز ايه المعطة هذي جوز فنا تدخلوا بالهاتف فتنا رجعنا كابتن ملاعب انتعنا عندها تسعة وتسعين في المياه من العنف اليسا بعنا تدخل بالهاتف سيحامد المغربي ناطق رسمي باسم الرابط الوطني الكورت القدم المحترفة مرحبا سيحامد المشاهدين لو تصلح انا نحب لمسوق جملة من الملاحبات بيكوليد مرحبا اولا كوني نستمع بيكول الملاحظة بيكوليلت لانه كان يقول اللي جايل هنا ويتحدث على الاخلاق ويتحدث هكا بطريقة الفئة هكا انا راني جيت لتونسية تونسية الدار كبيرة ما جيتش للدار حتى حد بش يقول جايل هنا ويتحدث على الاخلاق هذي حاجة نعرف الكلمة ذاه ممكن ما يعجبك استخال ده ما نحاول تقول لك راو ما سيرش كنخدموا على الأخلاق راو راو موش شعار كنخدموا حتى كما يجب يكمل 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 كابتون بعض صالحاتك نحب نقول لك اللي أنا راني نجيب ضيف للتونسية وتونسية تحترم ضيوفها معنا هذا في جانب مرحب بيك في كل محب في جانب ثاني نحب نقول للصفات في المودي نحن نتصورش أنه تأجير القرار هو لجيش الشارع لأنه سبق واخذينا قرار ضد بجناح من غير ما أرجلناه وما شفت شنو اللي صار وسبق عمناه ولا خذينا قرار بمناسبة الفصل 22 من غير ما أرجلناه وشفت اللي صار المشكلة مع قوله ما كان تأجير القرار لأنه من ناحية القانونية الرابطة لها الحق في التمديد في المفاوضة وانتي تعرف يا أستاذ أنه لنه الحق في التمديد في المفاوضة إما لمزيد درس المنف أو لظهور بعض الملحوظات اللي يتمسكوا بها بعض الأعضاء في الأخير لو نجمش يكون تأجير المفاوضة هو اللي رأه يجيش في الشارع لأنه كما قلت لك سبق واخذينا القرار في يومه ومع ذلك معناه وقاع الاحتجاج نحب نقول رأه الرافطة رأه ما تنجمش تاخذ القرارات متاحة في ظل وجود معناه هالعنف ذايا في ردود الفعل وقتين نشوفوا الشارع كيفاش يرد على القرارات سويا ويقع اتخاذها في وقتها ولا تأجيلها رأوا بالله كيفاش تحبوا نخدموا بالله رأوا طلب منكم انتم تعاونونا على القل باش تذكروا الجماهير والمسؤولين أنه رأوا علامة من علامة التحذر أنه نقبلوا القرار اللي هو رأوا قرار ابتدائي رأوا قرار ابتدائي قابل للاستئناف وقابل للتعقيد بنا طريقة وبنا وجهة احنا رأنا بشر وقتين نشوفوا الشارع كيفاش يتحرك بالشكلة ذايا رأوا نحسوا على تونس ما نحبوش تونس يسير فيها شيء ذايا هل من السهل باش قرار معناها على تلف نقاط في مقابلة رياضية نتفرجوا على شيء كما هكا وفي الأخر نقولوا ش بكم ما تاخدوش القرارات بكل شجاعة الشجاعة رأوا وش في اتخاذ القرار الشجاعة في أنه نقولوا للعباد يهديكم يصلح رأيكم رأوا ما يهيش كما هكا ورأوا صحيح الرافطة ما في جرة هاي الجمهور رأيك عليش رأوا في الأخر بالكل هي كما يقولوا الترف الضعيف اللي نجموا وننزلوا عليها أما الناس الأخرين ما نجموش ونقولوا لهم حتى شيء بس هاي باس وقت الواحد يراجع أروحوا شوية وما يعمل يعمل أنفد ركول سبق سابقا نقلنا القرار في وقته ومع ذلك البنية ثلاثة نحب وقول رأوا بالله يعاولونا في أنه خضر رأوا كنشلكوا الرافطة ونقولوا رأوا يهيش في المستوى رأوا نجدوا نقلوا من الاحترام للهياكل الرياضية والمؤسسة نتعاد دولة برك الله فيه شكرا لك يا حامد المغربي ناطق رسمي باسم الرافط الوطني ركول القدم محترف تقعد معنا سيحامد بالك شيء ممكن ترد فيه نقطة معين نبدأ نبدأ لا ملاحظة فقط أنا سيحامد نقل له كل احترام وذا يعرف اللي قالوا لكل سيحامد قلت وين قلت مسكين الرابطة قلت فانا ظروف بش ياخذ هذا القرار قلت وأنه يخدموا كذا اللي حكي عليه الكل وقلت فما استناف وفما تعال اللي حكي عليه الكل قلت تبقى نقطة نختلفوا فيها قلت أنا تأجيل اتخاذ القرار هو لي جاي الشارع وأنا تمسكوا بما قلت ولي سببين لأنه وقت اللي انتخذها طوى بشي ولي جاي الشارع مرتين النجم الساحلي وقتهش جايش الشارع بعد القرار اتخذها للسناف بعد نعار وقف الشارع أنت ها اللي هو مش جايشه مرتين بتجايش خمس ايام هذا ومش الجايشهم بعد هذا هو أما في الباقي الكل أنا كنت المدافع الأول على الرابطة وقلت مساكن فانا ظروف سيحامد سيحامد لحظة فقط يكامل وتنرجع قلت فانا ظروف يخدموا وقلت فما السناف فما داقيب وقلت بعض التصور مساكن القرار الرابطة فشياخدوه وبالتالي هذا قراءة هذا تأويل متعيانة ما اختلف ناش سيحامد انت قراءتك مختلفة لكن أنا تأويلي حسب رأي قلت أوبش جايشه مرتين مرة قبل القرار ومرة بعد القرار دونك هذي قراءة ما فيه شي بالعكس واضح أستاذ على شقاعة أجيل القرار اي تفضل سيحامد سيحامد نفسر لك اللجنة القانونية اللجنة القانونية اللي هي لجنة النزاعات واللي فيها ناس أكثاء اتخذت القرارات متاحة سابقا ضد جميع النوادي واللي ما كانش شير هذا قبل ثورة واللي ما كانش شير قبل المكتب هذا لأنه من المكتب هذا وقالت القرارات يقع اتخاذها ضد جميع النوادي مهما كان انتمائها سعيد القرار هذا يوقع أن نقلجت النزاعات حسمت أمرها وعطات القرار متاحها لكن احضر في يوم في يوم في يوم الاجتماع احضر ممثل النبي الشخص اللي هو شخص محترم وعرف كيفاش يعتمي لفه وجاء قدم مؤيدات اللي هو الفصل 22 اللي هو اللي هو المكتوب 22 تيفيه 22 يمتع الجامعة التنسية لكرت القدم وتمسك به بعض من أعضاء الرابطة وأغلبها منقود تمسكوا بأنه يقع تمسك بقرار اللجنة هناك من من أعضاء الرابطة قال ليه هذا معطى جديد يجب يقع ارجاعه النزاعات لكي تأخذه بعين الاعتبار صار نقاش مطول واختلاف في العراء هل يقع اخت اتخاذ هالورقة هذية اللي جيت أو يقع البت على حسب ما اتخذته نجدة النزاعات صار اختلاف كبير نحن في حد ذاتنا كرابطة يهمنا برشا بش يكون القرار متاعنا دائما قرار يكون متخذ بأحد أصواته خاصة بالتوافق ما يكونش بالتصويت النقاش كما قلت لك كان فيه اختلاف كبير ياسر وعادي جدا بش يكون اختلاف أصداد أصداد تسمع فيها أصداد تسمع فيها أن الاختلافات صحيح ولازم تكون موجودة بما أنه فهم تصويت في نية الأمر لكن حتى نكون واضح معاك ولي وقعتها داول ولا يمتها ذوما الكل أنه يعني الاختلاف وصل للصراع أنه سمعنا عضو داخ وعنده سكر شاء الله ربي يشفي كان عنده سكر ما نحبوش نذكره اسم العضو هذية ووليت أكثر من مجرد اختلافه وولا سراع يعني كي توصل الأصداد هذية للشارع والأحباب متاع الأندي المعنيين بالموضوع هذية كيف ستخير ردت فعل متاعهم أنا انشاء ترك الرأي ونقول أنه وقت يقع اختلاف وتشنج يأثر مباشرة على المشاهد ويأثر مباشرة على تقية الجمهور الرياضي ولكن راه هذية معناها بقدر ما منحبوش لكن يسير والاختلاف راه ويسير وينجم وما هوش غريبة أن يسير اختلاف وما هوش يعيب أن يسير الاختلاف وما هوش يعيب أنه يسير التشنج وهذا يسير في جميع الاماكن يسير فيها اختلاف حتى لو كان يكون اختلاف انتماءات يا أستاذ حتى لو كان يكون اختلاف انتماءات يعني أنه هذي ليوصل الجمهور اليوم فما انتماءات تفرض الاختلاف هذي شوف هو لجلة النزاعات كان رأيها واضح اللي صار كما قلت هو أنه ممثل الاسفاقسي جاب معطع قال أنا نحب هذا يقاءات اعتماده فما من تمسك من أعضاء الرابطة وهذه كواليس وهو نحكي هالكم في أول مرة نتكلم عليه هذا فما من تمسك من أعضاء الرابطة بالالتزام فقط بقرار نشف نزاعات فما زوز من أعضاء الرابطة تمسكوا بأنه المعطى هذي يقع دراسه بأكثر تأني صار اختلاف كبير في الموضوع هذي في النخر بكل بعضها مركب الرابطة وأغلبهم يحرصوا على التوافق يحرصوا على أنه ما يشير إتخاذ قرار بالشيف ولا إتخاذ قرار بالعلف ولا إتخاذ قرار دون رضاء الجميع أو بذغط وصلت الفكرة وقع تأجيل إتخاذ واضح والتمجيل في المفاوضة شكرا شكرا لك سيحامد واضح الفكرة ووصلت كما يلزم محمد المغربي ناطق رسمي باسم الرابطة لحظة بركة لحظة بركة لحظة بركة مش مزيد شو قارك تكلم عليه أنا هو شو قارك تكلم عليه يعمل لي في شو هو عنده أخلاق أكثر مني أنا مش معقول من مسؤول واللي عاجز زي مش قل له طوانا كان يسمع فيه خلال حبيته يقعد في التليفون واللي عاجز عن تطبيق القرارات فلينسحب فلينسحب حلوة ذي قالوا الجامعة ما عندي شي جمهور والربطة ما عندي شي جمهور البلاد مش تشعل قل من الجمشة عمل قرارات احترمته هنا ومش علي هو نتكلم هنا شو ما معناها فوت كوميرس ولا الوطنية والأخلاق والدنيا ولا تمزيد طوى في المجتمع اللي يمات فوت كوميرس يا زيونة فيقوا على رواحكم الكرة ماشية مشيط الكرة لا عايشك من فضلك عايشك عايشك من فضلك مش بتكشي ما كلم بتكشي انتي طوى لا يا كابتن ماذا يستعليه بالأخلاق مفضل مش بتكون يحترمنا لا لا مفضلك احترمك ماذا يستعلي بالأخلاق حتى ما توليش المسألة الشخصية بين حاسمي بين حامد الله ماذا ربي شكنا لك اتمسني في عدد يا هاي الأخلاق يا هاي الأخلاق اتحكيت عياد انا عالقصة عن أكلمك لان كنتي قلت جال هنا ويتحدث على الأخلاق انتي برسا جيت هنا استوديونا شوفيه المئات مش هذي موضوعنا مش هذي شكنا لأي كابتن وشكنا للحمد يكون بيكلمهم ويحد رابطة وشي ما عن تتخذ وشوي الحكاية وشكنا لك يا حامد ووصلت الفكرة يعطيك صحة يا كابتن يا كابتن شنجد يا كابتن شنجد يا كابتن يعطيك صحة شليل ولا فوت كوميت ووضح يا كابتن نشكر وزيدة حامد المغربي ناتقر اسمي باسم الرابطة الوطنية كورت القدم المحترفة مقابلت جي اسكا وندي الفريق ما كانتش المقابلة الوحيدة اللي فيها احتجاجات مقابلات أخرى نتبعونا رجوع عشرة هداف هي حصيلة الجولة 14 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى منها 6 بضربة جزاء في 4 مقابلات في المنزة شهدت مباراة الناد الرياضي البنزارتي والقواف الرياضية بقفصة لاثة ضربات جزاء بالتمامي والكمال زوز للقوافل نجح في تنفيذها الشاكي بلشخة ووحدة للسيا بي نفذها بنجاح ادمرجيني مقابل اوفيق بالتعادل 2-2 وخليت برشة احتجاجات مزوز في رقم مزوز في مسر مزوز في وسر مزوز في الدم مزوز في المسر حدان نزل نقول لك مرة اخرى للمقابلات اعتبرها اتسرقت وكان الانتسار يردينا اكثر مزوز مزوز تحسن في المرسى ثرب الجزاء اخرى استجلها بلال بن مسعود من حد 3 نقاط البنوية بعد 3 يزاي مستوى ضعيف للمقابلة حسب ما يأكده أمين كموم أتذر للصحفين اللي جاءوا وخدموا المقابلة وعوين الأمن والناس جاءوا وخدموا المقابلة هذه الكل أنا شخصيا بلاعبي في الدرجة الثالثة مع سكلهاد سفيقسي وفي الدرجة الثانية مع سكلهاد سفيقسي ومقابلتي لعبتهم في الرابطة الأولى من 2007 أسوأ مقابلة شوفتها في حياتي